شارك مع الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية في الاجتماع الوزري السنوي المشترك لدول حوار التعاون الأسيوي وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لدورتها الحالية الحادية والسبعين المنعقدة في نيويورك حيث تم تبادل وجهات نظر والرواح حول مستقبل الحوار وسبل تحقيق أهدافه بالصورة الأمثل كما ناقش الاجتماع الوزري التحضيرات والإعدادات الجارية للقمة الثانية لدول حوار التعاون الأسيوي والتي ستعقد في مملكة تايلاند يومي التاسع والعاشر من شهر أكتوبر المقبل واستعراض الوثاق التي سيتم معتمادها خلال القمة إضافة إلى بحث رؤية دول حوار التعاون الأسيوي لمستقبل التعاون الأسيوي 2030 وخلال الاجتماع تسلمت دولة الإمارات العربية المتحدة رئاسة الدورة القادمة لحوار التعاون الأسيوي من مملكة تايلاند جدير بالذكر أن مملكة البحرين هي عضو مؤسس لدول حوار التعاون الأسيوي منذ العام 2002